بحسب معلومات وصلت لموقع الفن الممثل السوري سيف الدين السباعي ما رح يعتزل أبدا إنما عم يتحضر لتوقيع عقد عمل سوري ضخم جدا بضم نجوم من سوريا ولبنان ويمكن مصر وتونس وجهت الفناني السوري أصالة رسالة مؤسرة لبنت شام الذهبي بمناسبة منائشتها رسالة الماجستير وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فنشرت صورة إلا مع بنتا وقالت هاليوم من أيام أنا رهن تعليق هو أجمل وأسمى مما أنا حلمت بتطور جديد بالقضية اللي أدخلت الفنان المصري رامي صبري السجن بتهم تزوير أوراق ثبوتية والتهرب من الخدمة العسكرية كشف الملاحل المصري حسن الحلوء إنه صبري رح يطلع من السجن بعد ثلاثة شهر عرف مواقع الفن أنه يوم السبت الماضي كان اليوم الأخير لعرض الممثل كوميدي الشهير فادر عيدة يلي استمر لسنوات عديدة بأوتال ريجنسي بالس ده فادر عيدة شو وعن سبب هالتوقف القصري عرفنا كمان إنه مساء السبت ولسبب ما فادت زوجة فادر عيدة أعصابها وشنت هجوم على طاولة أحد الحضور وهن من الزبائن الديمين للفندق وشتمتن فحص المشكل كبير وتوقف العرض المسرحي ورفض المسؤولين عن الفندق الإهاني اللي طالت زبائنهم فأوقفوا فادي عن العرض عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الممثلة المصرية زينة صور جديدة من أحدث جلسة التصوير إلى طغى عليها اللون الأسود وانهالت التعليقات من قبل جمهور الممثلة زينة على الصور وأثنوا على جميلة وجاذبيتها بأول تطحية بتقوم فيها بسبيل الزواج من الأمير هاري اللي بتخضع حياته لبروتوكول الأسرة البريطانية الحاكمة قامت النجم العالمية ماجن ماركل بتخلي عن جميع سابيتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرفك الأخبار النجومية اللي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكوا نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز جديد وتابعونا يوميا بمجاز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكن